نظمت القوات المسلحة زيارة تثقيفية لمقر مشيخة الأزهر الشريف لاثنين وستين من الملحقين العسكريين العرب والأجانب وزوجتهم المعتمدين لذى سفارتهم في مصر والتقى فديلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الجامع الأزهر مع الوفد وهنأهم بذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالة مصر بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة عن سعادته البالغة وتقديره الكبير لجهاز الملحقين الحربيين وحرصه على تنظيم تلك الزيارة البناءة كما أعرب عن خالص اعتزازه وتقديره بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وتاريخ ودور الأزهر الشريف في العالم أجمع كما أعرب وفد الملحقين العسكريين عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لهم لزيارة أحد أبرز الصروح التنويرية في العالم